مرحبا بعد النجاح الكثير كبير للكوليكشن الأول من جلبيات حرام لك واللي نبعد كلاياتها بعض العرض الأول للحلقة اليوم يسعدنا نحن نقدم للكم كوليكشن جديد هو كوليكشن 2014 بالبداية حابة أتوجه لكل اللي بيشوفونا واللي سوونا لايكس على صفحة الفيسبوك والإنستجرام حابة كمان أتوجه للكم إذا عجبتكم الجلبيات الجديدة كمان سوونا لايكس على الإنستجرام وكمان بنفس الوقت على صفحتنا بالفيسبوك اليوم نحن مختارين خمس جلبيات تتلي مختلفة عن بعض أشكالها كتير حلوة وبتتعقد وبتعقد اللي بتميز فيها أن كلها الخام تبعها مصنوع من الشيفون والحريري بنفس الوقت ودخل فيها الشغل اليدوي بالكريستال بطريقة كتير حلوة أسعارة كتير مدروسة فكل حدا بيقدر يشتري من تصميم اللي نحن مقدمين للكم اليوم وأكيد رح أرحب ضيفتي لليوم بنسا خوام خبيرة المظهر أنا كثير حابة الإطلالة تبعك اليوم أنت عم بتلمعي بالقودة شفتي كيف لأننا نحن نتنين لابستين من الحرام لك هلأ أول شي نحن مقدمين لكل المشاهدين خمس تصاميم مختلفة هلأ أكيد خلينا أول شي نتعرف على التصاميم عنا تصميم ليلة لأنتي لابستين عقدي رقم المنتج الخاص فيه 526180 كمان هلأ رح نشوف على الموديل تصميم حصة 526190 هو رقم المنتج الخاص بهذا التصميم كتير حلو وبيع كتير حبل أخضر تابع ولو وعفكرة فيه كمان جلبية أنت كتير بتحبيها واللي رح نتعرف عليه هلأ ملت 526200 هي الجلبية باللون البيج الكرام البيج اللي أنا كتير حبيتها كمان كمان أعطيها هيك طالة كتير حلو قليل ما بنشوف جلبية فيها بهذا اللون والجلبية أكيد اللي أنا كتير حبيتها جواهر أنا اليوم لابسة جواهر جواهر على فكرة نحن مقدمين للكم لونين لدينا جواهر باللون الأزرق اللي أنا مرتديتها رقم المنتج الخاص بهذه الجلبية 526160 أما بالنسبة لجواهر لكن باللون الأسود رقم المنتج الخاص فيها 526170 طبعا فينيسا أنا حابة نحن نحكي عن الجلبية جلبية جلبية تانكيو سو متش جرازيلا رح نبلش أول شي معنا المانيلمة لابسة حصة حصة جلبية كتير حلوة أول شي خلينا نبلش نفرج كل المشاهدين عن الجلبية كيف رح تجيكم أول شي هايدي الجلبية متل ما انت شوفتي بتيجي مع بطانة هذه هي البطانة اللي بتيجي معها أوكي لحتى انتوا ترتدوها بعدين ترتدو هايدي الجلبية كلها مجولة بشكل يدوي شوفي قدش الكريستال الدهبي كتير حلو طالع هيكم دخلين مثل اللولو اللي صغير كمان كريستالات يعني فضي ودهبي اللي اتنين دخلين بسلين مظبوط بس لبقين بشكل كتير كتير حلو مع بعضو وكتير يعني العاطي طل كتير كتير انيكة للجلبية مو بس من قدام فانيسا كمان شوفي من ورا نفس الشي اذا تبرو من اللي ما فينا نشوف من ورا ومتل ما قلت انت انه كتير يعني هني يعني مفاكرين بكل بكل شي اذا مسلا نستم علي شعاراتها بدو يبين هيدا كله الشاك ورا صحي يعني حتى مفي داعي ان هي تضيف اي اكسسوريز هيك القطعة ستانيك كمان خلينا نحكي عن الخامل اللي احنا مستخدمينه او اللي هما مستخدمينه بالتصميم هو عبارة عن ميكس ما بين الشيفون والحرير كتير قوي مهما استخدمناه اكتر من مرة يعني لابسناه لابسناه غسلناه لابسناه ما بيصير له شي ما بيصير له اي شي كمان اصلا على الان يعني انا هلا احسي انه حالي انه كتير ناعم وكتير بيريح وما بيشكوك وما بيشوب ابدا يعني فهيدا الشي كتير مهم اكيد وفيه شغلة اهم من هيك ان هذه التصميم ما رح يلاقوها بولا محل لان هي صممت خصيصا لكل مشاهدي ومتابيع عالم التسوي شغلة كتير مهمة قديش الفنيشنج مهم مشاهدينها بكل جلبية شوفوا معي هون الفنيشنج قديش انه مثالي الخيوط ابدا منها كله مغطى وكله مخبضة كله مغطى الفنيشنج تبعها كتير حوهيدا قليل عفكر ما ليه بالجلبية بيليقوا كتير جلبية برمية من جوة بكون كل الخيطان طالعة فهيدا مش ابدا مش عنا ابدا والشك والشغل متن ما احنا شايفين كمان على الموضل جاي هيك على الايت والجلبية نصكم يعني قديش هيين فنيسا نتحرك يعني اكزاكلي الستفية تتحرك انه بكل بتعرفي تهز ايديا واللي حلو هو انه بتعرفي عادة اوقات كمان بيكون الشك على من قدام وبتقطوش يعني هون كاملين بطريقة كتير حلوة انه يكمل على الكام وكل الديتيلز يعني انه مفاكرين فيهم عرفته ايه وبتعرفي بديزيد كمان انه اللون الاخضر مايسا هو اللون اللي اكتر شي هيين على النظر فبيريح النظر واللون كتير كتير حلو بيلبق على كتير يعني على كل البشرات بيلبق على كل الناس تقريبا وكمان هو مناسب لكل الاعمار يعني تشوف هيدا الشيء وشغلة كتير مهمة انه كل الجلبيات اللي نحنا مقدمينا اليوم كلياتها فري سايز لكن شغلة كتير مهمة اللي حزام هو اللي بيلعب دور يعني شوفوا بنسا وانا نحنا اتنين قياساتنا مختلفة لكن لابسين نفس الجلبيات نفس الجلبيات بتقدروا تتحكموا بالقياس من خلال الحزام اللي موجود هون كمان هون يعني فيها تشدة او ترخية قدمة بدا ايه قدمة بدا وكمان طولة كتير مناسب لان طولة مية تلاتة وخمسين سنتيمتر اذا شوية طويلة عليكم فيكم ان انتو تقصروها وتتلعبوا بهذا الشيء حسب انه كل سيدة اكيد متيري لطبع مثل ما قلت كتير نعم براية مريحة كتير وكتحس انه هيك اطلالة كتير حلوة هلأ خلينا نحكي عالديزاين التاني تبهيت ليلة ليلة انا حابتها كتير لانه بتعرفي حابة كتير الشك طبعا يعني لقيته كتير كتير حلو فيه ابيض وفيه جري ميكس ومع الاسود يعني عاطي رفلكت يعني عاطي كتير كتير طالة عنيكة كتير 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 هلأ اكيد هي بتيجي مع بطانة هايدي هي البطانة اللي بتيجي معها متل ما شايفين هلأ انا هون بدي اشيلها خلينا فارجيكم بشكل دقيق اكتر المكتشر اللي بتحكي عنه بينيسا حكت ان عندي هون قديش مدخلين اللون الفضي قديش معه اللون هون الرصاصي كمان عندي اللي السونز اللي موجودة كلها من احجام مختلفة عاطي رفلكت كتير حلو وكمان الشكل اللي موجودة على الصدر جاي بشكل طولي مزبوط لحتى هيك يعطي اطلالة كتير حلو وبيطول وبيطول اكيد الشكل اكيد طويل وكمان هون عندي النسكم الجلبية الشكة حتى على اطراف نفس اللي عندك اكزاكلي الشكة حتى على الاطراف هون موجود لحديث الاخر يعني هني مفاكرين بكل التفاصيل انتي كيف ملاقيته بالحركة ليكي انا كتير مرتاحة يعني مانا مش مش حشرتني ولا عرفت كتير مرتاحة فين اتحرك كبرياحة وكتير كمان كتير مانا تقيلة يعني مع انه في شك كتير بس ماني حاستها ابدا تقيلة علي عرفت واكيد الاسود متل ما منعرف كلنا هو ملك الالوان ملك الالوان الكلور اوف سوفيستيكيشن فالست ما لازم يعني انه اذا مش عارف شو دع تلبس رايحة انه ما بعرف تشق على اصدقاءه ولا على عيلتها فيها تلبسها تروح على المول ولا تروح تتغدق اي نهار متل ما احنا بالزبط شايفين على الموديل هلال اطلالة كتير حلوة وكمان ما نستشغلها كتير حلوة او مهمة بالتصميم ان الخامل المستخدمينه هو شيفون وفي نفس الوقت حرير بدنا نشوف التصميم من وراء كيف انه الديزاين كتير حلو عنا النك راوند كوت كأنه يعني بتعفي كيف هلأ الفاشن هو انه الوحدة تلبس ستيتمنت جولوري او ستيتمنت نكليس هون ما بتضطر تلبس ابدا لانه الشاك هو هيدا اللي عامله يعني الافكت اكيد وكمان ما ننسى انه الجلابية فري سايز بنتحكم بياس الجلابية من خلال الحزام الموجود بالخسر وطولة مية تلاتة وخمسين سنتيمتر يعني الجلابية المثالية لكل ستة هيك بس برايك شو المناسبة اللي فينا نرتدي فيها متنقلة يعني هي بدل بتعفي بدل الست بدل ما تلبس جلابية او عباية صودة بس فيها تلبس هيدا وبنفس الوقت بتكون عم تعتشوية تتش يعني بتعفي وقتها تلبس العباية الصودة بصير بدها تقولي تب شو بدي ألبس هلأ بدي دفل كالور فيه انو شو بدي حط جوليري وتكسر راسا انو شو بدي أعمل هيدا خلاص بتلبسها وبتلشي وبتطلع من البيت كثير حلوة وكثير عملية احنا اكيد لهلا بنفس المكوهة عرفنا كل المشاهدين على جلابيتين بس لايلا رقم المنتج الخاص فيها 526180 وعننا حصل باللون الأخضر 526190 هو رقم المنتج الخاص فيها اكيد متل ما شفتوا ببداية الحلقة عرفناكم ان عنا تصاميم مختلفة خمس ألوان مختلفة عرفناكم على اثنين بس لكن اكيد رح نرجع لإلكم ونعرفكم على باقي التصاميم لكن هلأ صار الوقت انكم تتصلوا وتطلبوا التصاميم اللي انتم حبينا من حرم لكم يمكنكم الطلب الآن بالاتصال على أرقام بلدكم الظاهرة على الشاشة أو قوموا بزيارة موقعنا الإلكتروني ترجمة نانسي قنقر رجعنا لكم مشاهدينا حتى نتعرف على باقي الجلبيات ان احنا مقدمينا لإلكم اليوم من حرم للكوليكشن 2014 تعرفنا مع بعض على التصميمين هلأ رح نتعرف مع ضيفتي لليوم فينستا خوام خبيرة المظهر فينستا هلأ صار الوقت ان احنا تعرف على ملأ الجلبيات اللي انت كتير حبيتيها خليني اول شي خبر كل المشاهدين رقم المنتج الخاص بهذه الجلبيات 526200 اول شي خلينا نعرف كل المشاهدين عن الجلبيات هلأ احنا عم نشوف الموضل داخل معنا على استوديو وهي كلابسيتا طلّة تبعا بتعقد تعمل كتير غير شكل لانه ما كتير يعني ما منلاقي جلبيات بهيدا اللون عادة والكمبيناشن المكس بين اللون النيود أو اللون الجلدي الجلدي البشرة مع الشاك السيلفر كتير كتير حلو عادة مثل طلّة كتير سباشل ويونيك رح نحكي اول شي ان هي جلابية متل ما انتوا شايفين بيجي مع هيك متل ما انتوا شايفين بطانة وكمان عندي الجلابية بحد ذاتها والقياس بقدرنا نتحكم فيه من خلال الحزام اللي موجود هلأ خليني اول شي افرجيكم الديزاين الديزاين قديش انه حلو هلأ بدي افرجيكم هون شوفوا كيف انه مدخلين هيك الستراس ومدخلين الكريستال الفضي بالتصميم باحجام مختلفة هيدا شي بيعطي هيك طلّة كتير حلوة وكتير معبّة يعني مش يعني الشاك ما انه معمول بطريقة يعني هيك شوي معبّة بطريقة كتير كتير ريتش وبالشاي بتبعه طويل فبيتوّل الست اكيد مثل ما قلنا مع البقية الموديلات قبل وكمان هون شوفي هون انآخر التصميم كمان اعطينا هيك ديتيلز كتير حلوة وكتير جميلة يعني وكمان ما نسينا ابدا الكيم مظبوط مثلا وهايدا كمان رح نشوفوا مع الموديل كيم نصف كيم وما ننسى انه الماتيري اللي المستخدمينها هو الشيفون والسلك مع بعض لهيك انه بتشوف الجلابية كتير هبيد جي يعني مظبوط وكمان يعني هي منا تقيلة على اللبس يعني ما بتحس انه هي تقيلة او بتشكوك او شي بس بنفس الوقت اللقماش تبعولها مثل ما يعني اللقماش تبعولها كتير يعني منيح وما بي مانتزا يعني على الخسيل ولا على المظبوط وكمان هون بدي افرجي كل المشاهدين للفينشينج مستحيل مستحيل أنا يمكن لأنه بالفترة الأخيرة في الناسها بلبس كلها الجلابيات مظبوط فبعرف الفينشينج كيف تبع الجلابيات بعرف انه الجلابيات انه من جوا دايما تكون مظهرة كتير بالشعب مظبوط بيكون طالع الخيط والخيطان وكل شي مبين والتطريس طبعه مبين هنه هون مغتين كل شي فينشينج طبعه بعقد وغير شكل هلا بس لو تفرجينا الموضل من ورا كن يتورن لتل بيت اوكي رح تشوف انه الجلابية تصميمة كمان من ورا كتير حلو اذا الست معلية شعره بيبين التفاصيل حتى من ورا يعني كأنه كأنه اذا لبست يعني ما ضرورة تلبس جوليري ولا ناكلس لأنه الجلابية هي من لو فيها عرفته واكيد هذا اللون النيود بيلبق على كل الوين البشرة عرفته ان كانت الست غامقة ولا فاتحة ولا شعره رح يلبق عليه هي الجلابية يعني بنقدر احنا نتحكم بالإياس هون مضبوط خليني انا اطلع لكم الحزام الحزام هلا سهل لو انا لبسيتها بس هون لنا فارجيكم بس هو كتير هاين كتير هاين تربطه من جوا هي الحالة يعني هذا هو الحزام انتوا بكل بساطة بدكم تضيقوا حسب الإياس اللي بدكم ياه اكيد اوكي فهو وطوله كمان على فكرة فانسا منسب للكلة مزبوط مينة ثلاثة وخمسين سنتيميتر وكلها هنميت وكلها مصنوعة بطريقة يدوية وأذكركم انه انتوا مرح تلاقوا هاي دي القطع بأي محل لانه بكل اختصار حرام لك سووا لنا هالكوليكشن مخصوص لكل متباية عالم التسوق هلا رح نتعرف مع بعض على الديزان اللي أنا كتير حبيت وجواهر طبعا جواهر اللي انت لابستي اللي أنا لابسته كتير حلو يعني اصلا شكله بحد ذاته هيك عاطي اطلالة كتير حلوة وكمان شايفينا مع الموضل هي لابسة نفس اللون اللي أنا لابسته شوفي كيف انه الشغل معبي يعني لك هو تنبلش من اللون اللون التركوز هو لون كتير كتير اوريجينال ويعني سباشل الست اللي بتحب انه تتميز هي عن الباقي او تكون هي يعني سباشل ويونيك اكيد رح تنقل لون التركوز يعني اذا راحت على اول شي انا هيدا الجلابية بشوفها يعني بتناسب عرس يعني اكيد وبكون يعني اذا راحت عرس بتكون كتير سباشل طلتة وكتير كتير صوفيستيكيتد لانه الشكل اللي معمول على البطن عن جد بيجنن خليني هلأ اول شي اخبر كل المشاهديه على رقم المنتج اذا حابين تحصلوا على الجواهر باللون الازرق رقم المنتج الخاص في هالجلابية 526160 اما بالنسبة لللون الاسود 526170 لكن فيه اشياء عن جد جواهر هي سباشل فيها نعم هي ملكة الكوليكشن لانه اول شي البطنة هي تيجي منه فيها من بطنة هي لحالة تلبسيها وتلبسي فوقها الجلابية يعني مدروزة بالبط يعني بتلبس الجلابية بيكون بالبطنة ايه هيدي البطنة منه فيها بس بدي افرجيكي شغلة يمكن انتي ما بتتخيلي ابدا انه هاي تكون خلفية يعني هيدا الشغل كله هيدير خلفية يعني ما بيشك ولا بيشي أبداً هلأ هون بس بدي أفرجي كل المشاهدين على الفرق ما بين الاثنين أول شي مثل ما قلنا أنه هايدي القطع البطالة منه وفيها شغلة تانية كتير مهمة فيناسا أنه هايدي القطع هي ممكن القطع الوحيدة اللي هي بتكون مجغولة تحت منطقة الصدر وبتعطينا طالة كتير حلوة وهي الوحيدة اللي الرقبة تبعها فيناك مضبوط يعني هايدي بتناسب الأعراس وبتناسب ليش لأنه فيها ست تلبس مثلاً ناكلس جوليري أو ناكلس عليها بما أنه في عندها فيناك يعني ففيها تزيد على التطريز جوليري إطلالة كتير حلوة هلا خلينا نشوف الشك مع بعض شو الفرق ما بين اللون التركواز واللون الأسود هون لو نشوف مع بعض رح نشوف هون خليني هون أفرجي للكاميرا رح نلاقي هون أن الشغل الموجود معي هو شغل استراس كله باللون الفضي ودخل فيه الأحجار باللون التركواز كمان دخلين هايدي الديتيلز اللي كتير حلوة هايدي الديتيلز شوفوا هيك مثل شرشيب نازلة وهيك أخذ شكل الوردة هون حتى هايدي من فصلة لحتى تعطي إطلالة كتير حلوة هون كلها متكشكشة حتى ما تبين كتير بلين يعني بلين صح أما هون بالنسبة للون الأسود نفس التفاصيل كلاياتها لكن مغيرين بلون الستراس خليني نشوف مع بعض هون رح نلاقي أنه عندي هايدي التفاصيل كلها باللون الدهبي مدخلين الكريستال بالألوان المختلفة الأسود والدهبي تتش كتير حلو مدخلين كمان اللون الفضي به هايدي الديتيلز اللي موجودة كتير حلوة وكمان الكيم تباعة يمكن أنا لو فرجيتها للمشاهدين يكون أكثر الكيم تباعة هو من فصل أوكي من فصل بقدر أنا بدخل إيدي فيه مضبوط أوكي وكتير أكيد ببريح هيك كتير مريح والدهي تلك أنه لبسة أنت كف يعني ما في دايق ألبس أي أكسي سيريز معها لأنه هي شكله كتير حلو وكمان شايفيني اطلالة على الموضيل قديش أنه طالتها كتير حلوة طاف شو حلو مايسة بس بديزيد آخر شيء أنه اللي هن المفاكرين فيه وكتير يعني المنيح اللي الوحق بركي السيت ما تعرف وهو أنه عاملين تو يعني اثنان موديلين بيناسب مثلا الكول السيتات اللي بيلبقلن ألوان البردة رح يروحوا رح يأخذوا يعني لازم يروحوا مع الأزرق والسيلفر لأنه السيلفر هو كول والسيتات اللي بلبقلن أكيد الورم اللي عندها ورم سكن تون رح تختار الجولد لأنه الجولد أكيد بيجي من الأصفر وهو مورم يعني بيلبقلن فعاملين لأكيد لتنين أصلا هي جالبيات كتير مميزة خلينا نخبر كل المشاهدين أنها فري سايز كمان طولة 153 سنتميتر يعني بتلائم تقريبا كل الأطوال ومثل ما حكيتسي أنه السيدة فيها تختار اللون اللي بيلبقلنها وهي قطعة أصلا كتير حلوة وبناسب كتير من المناسبات وبناسب كل الأعمار تقريبا طبعا أنا أول شي حاب أني أشكرك أصلا عليكم بعيني ما روح أبدو يحكي كتير أصلا أنت اللي قلت لي اللون تركوا حلو عليك ما كنت بتجرأ ألبسه قبل هلا ستتار بنسا خوام خبيرة المظهر شكرا كتير لوجودك معنا اليوم إذا مشاهدينا بشكل سريع حيك بدي أرجع أذكركم بالديزينات المختلفة اللي نحن مقدمينها للكم اليوم عنا ليلى واللي كانت لفسيتها ضفتي لليوم بنسا رقم المنتج الخاص فيها 526180 الجلابية باللون الأغضر حسة رقم المنتج الخاص فيها 526190 ملك باللون البيج 526200 الجلابية اللي أنا لابسيتها اليوم جواهر باللون الأزرق 526160 أما بنسبة للجواهر باللون الأسود 526170 بدي أرجع أكد لكل المشاهدين لأن هذه الجلابية صممت خصيصا لكل مشاهدي عالم التسوق لهيك ما رح تلاقوها ولا مكان لأن أسعارها كتير كتير مدروسة وهي تقريبا بتناسب كل الإطلالات اللي أنتوا حابين تطلعوا فيها حابين تطلعوا برا تروح عند رفقاتكم جلابيات حرام للكولكشن 2014 هي اللي مناسبة للكم لهم بيكون خلص معكم فقرتنا لليوم من برنامشكم عالم التسوق على أمل أن أنا بجدد لقائي معكم بفقرة جديدة أعجبكم المنتج اضغط على إضافة في السلة ترجمة نانسي قنقر